فيلمنا بيبدأ في مدينة لوس أنجلس في يوم صيفي حر جداً وبيروح كل واحد شغله وبيبدأ اليوم بشكل عادي جداً وفي مكان في المدينة بيظهر مجموعة من المتظاهرين وهما معترضين على قفل خط المترو واللي بيكون اسمه الخط الأحمر وده لإنه مفيش مواصلات كفاية خليهم يروحوا أشغالهم وكمان المواصلات أغلى من المترو فبيحاول واحد من المسؤولين يقنعه منه خطر عليهم جداً ومش هيقدروا يفتحوه لحد ما يتأكدوا من أمانه وفي مكان تاني بيظهر مايك واللي بيكون مدير إدارة التوارئ في المدينة وبيحضر الفطر لبنته اللي بتكون عايشة معاه بعد انفصله عن والدتها وبيجهزوا حاجاتهم عشان يسافروا سوا في رحلة تخييم لكن فجأة بتحصل هزة أرضية قوية جداً بتفاجئ الكل بس تستمر مدة قصيرة وما بيكونش في خسائر وفي مستشفى المدينة بتظهر كايلة طبيبة وهي بتحاول تحمل مريض بتاعها من قصر الزلزال وبتقدر تنقذه وبنرجع لمايك اللي بعد الزلازل بيقرر ان يروح شغله وبيلغي الأجازة فبتدائي كايلة جداً وبتتعصب عليه لكن مايك مش بيهتم وبيتصل بجلسة الأطفال عشان تيجي تقعد معاه وبيروح لشغله وفي مكان تاني بيظهر الفريق المسؤول عن متر الأنفاء وبيتأكدوا ان الخطوط كلها شغالة وما فيش أي أضرار حصلت وبعدها بيبدأوا يترهنوا على مركز الزلزال وبيقول كل واحد فيهم اسم الدولة اللي كان مركز الزلزال فيها وبنرجع لمايك اللي بيوصل للشغل وهناك بيشوف في كاميرة مرأبة الأنفاء مواسير بتانفاجر فبيسأل بسرعة فريقه عن اللي بيحصل فبيقوله دبي ان في انفجار حصل لمصورة الغاز والمية وبيطلب منه يتطمن لانه بعد فريق هناك لكن مايك بيصمم انه يروح بنفسه عشان يشوف سبب المشكلة وفي مكان انفجار المواسير بيظهر قائد الفريق وهم يستني فريقه عشان يخرجه من النفأ لكن بيتفاجئ بصرخات واحد فيهم بيحاول يخرج وبيبقى نص جسمه محروق أما باقي الفريق فبيكون مات وبيوصل مايك وبيسأل قائد الفريق عن اللي حصل فبيقوله ان الفريق دخل في تجويف بخاري تحت الأرض وده سبب موتهم لكن مفيش أي نار أو انفجارات أو تهديد من أي نوع فبيبص مايك بنفسه على الجسس وبيشك ان الحرق اللي حصل سببه البخار فبيقرر ان ينزل يبص بنفسه لكن قائد الفريق المسؤول بيرفضه بيقوله ان مفيش حاجة غير تحت غير البخار وبعد شوية بيجي المسؤول عن تأمين الأنفاء فبيوري له مايك خطة الأنفاء وبيحدد له مكان الانفجار اللي بيكون في منطقة بيعدي منها متر أنفاء الخط الأحمر وبيطلب منه يوقف الخط ويقفل للمنطقة الحد ما يكتشفه سبب الانفجار لكن المسؤول بيرفضه بيقول ان حواقق النفاء في أكتر من خمسة متر خرصانات وده معنانه مفيش خطر على القطر وبيطلب منه يتطمن ويسيب كل واحد يتحمل مسؤولية كلامه وشغله فبيتصل مايك بدبي واحد تاني من فريقه وبيقرر ان ينزل بنفسه النفاء عشان يشوف اللي حصل وفي المستشفى بيوصل الناجي الوحيد من التفجير فبتستلمه دكتور كايلة واللي بتقول لزميلتها ان الحروق اللي عنده سببها مش البخار فبتسألها زميلتها لو تقصد غاز الميثان لكن برضو كايلة بتقول لها ان ده مش السبب وانها مش عارفة ايه ممكن يعمل كده وبنرجع لمايك اللي بينزل مع العامل للنفاء وهناك بيحاولوا يشوفوا المكان اللي جسس العمال كانت فيه وبيتفجوا بوجود بخار من فتحة في خرصانة النفاء وبتكون درجة الحرارة عالية جدا وبيلقوا تجهاز الاشارة طاقة عالية جدا في النفاء وفجأة بيبدأ النفاء يتهزى اكتر بسبب قطر المترو اللي بيعدي في نفس المنطقة وفجأة بتظهر فتحة في الارض بيخرج منها بخار اصفر شبيه بالنار وبيزيد البخار ودرجة الحرارة فبيخرج مايك وصديقه بسرعة وبيقفلوا الباب وراهم على اخر لحظة وبيطلعوا سوا من النفاء وبيطلب مايك من ديبيت تصلوا بشورتة نيويورك عشان يخلوا المنطقة كلها من السكان في اسرع وقت وكمان بيطلب منه يقفلوا كل خطوط الغاز والمية والكهرباء وده لان فيه غاز بيتصرب وفيه شرارة نار وما بيكونش فاهم المشكلة بالضبط وبيبقى لازم اي علم بيولوجي ييجي تأكد من اللي بيحصل وبتيجي العلمة ايميلي واللي بتحاول تحلل اللي بيحصل وبتقوله مايك ان درجة حرارة البحيرة اللي في منطقة النفاء ارتفعت 6 درجات في 12 ساعة فبيقولها مايك ان الجو حر واكيد ده هيحصل لكن ايميلي بتقوله ان لازم يكون فيه حدث جيولوجي بيحصل تحت الارض عشان يسخن اكتر من مليون جالون مية في 12 ساعة 6 درجات عن اليوم اللي قابله فبيسألها مايك عن الحدث الجيولوجي اللي ممكن يكون سبب في اللي حصل فبتقوله ايميلي ان القارة بتاعتهم موجودة على محيط من الصخور المنصاهرة من ملايين السنين واحيانا لما بيحصل شقوق نتيجة عامل كتير ممكن الحمم البركانية تلاقي طريقة في الشقوق دي فبيتصدم مايك اول ما بيسمع كلمة الحمم البركانية وبيستغرب انها ممكن تكون موجودة في مدينتهم فبتقوله صديقة ايميلي عن حدثة حصلت في مزرعة في التسعينات المزارع اللي فيها شاف دخان بيتصرب من تحت الارض وكان السبب ان مزرعته تتحرق بعدها باسبوع حصل انفجار بركاني طوله 1000 متر وكل حاجة تدمرت فبيبتسم مايك من الاخبار اللي بيسمعها فبتطمنه ايميلي ان ده احتمال مش اكتر وانه ما فيش حاجة اكيدة فبيشكرها مايك وبيمشي لكن ايميلي بتطلب منه تنزل مع صداقتها عشان يتأكده من اللي موجود تحت الارض لكن مايك بيرفض بسبب خطورة النفق فبتقرر ايميلي وصداقتها نوم ينزلوا النفق تانيوم الصبح وقبل ما اي حد يصحى والفجر تروح ايميلي مع صداقتها النفق وهناك بياخدوا عينات من كل حاجة بيشوفوه عشان يعرفوا اصلها وبينطلق الخط الاحمر للمترو واللي بيكون اقرب قطر للنفق وبعد شوية وفجأة بيحصل زلزال قوي جدا بيهز البيوت كلها وبيستمر المدة طويلة جدا وبيضطر القطر ان يقف بسرعة قبل ما النفق يتهد عليه وتحت الارض بتحصل فجوة في النفق وبتقع صداقت ايميلي واللي بتلحقها على اخر لحظة وبتحاول انها تخرجها قبل ما تقع لكن فجأة بتظهر نار من الفجوة وبتتقلم صداقت ايميلي من الحرارة وبتبدأ النار ترتفع اكتر واكتر لحد ما بتنفجر وبتبعد ايميلي عن الفجوة من قوة الانفجار لكن صداقتها بتموت تحت الارض محروقة وبتتقطع الكهرباء عن المدينة كلها بسبب الزلزال فبيخرج مايك مع بنته بسرعة من البيت عشان ياخدها معاه لمبنى الطوارئ لكن فجأة وفي نص الطريق بتنفجر كل البلعات اللي في الارض وبيخرج منها بخار بيخلي درجة الحرارة ترتفع بسرعة جدا وفي اللحظة اللي بتخرج فيها ايميلي من النفق بتخرج كورة نار ضخمة بشكل عشوائي وبتدمر العربيات والمباني وبيبقى كل اللي في الشارع والبيت في خطر وبنرجع لخط المترو الأحمر واللي بيخرج في السواق عشان يتطمن عن الناس وبيبقى بيحاول يفتح الأبواب لكن بتكون مقفولة تماما بسبب انقطاع الكهرباء وكمان ضغط الهوى الشديد برا القطر في الوقت ده وعلى نفس الطريق بتظهر الدكتورة كايلة وهي راحها المستشفى وفجأة بتلاقي عدد كبير من عربيات المطافي بتمشي بأقصى سرعة فبتمشي كمان وراهم عشان تلحق المصابين لكن فجأة بتحرق كرة من كهر النار عربيات المطافي وبتكون السبب انها تتقلب وتقطع الطريق فبتتفادها كايلة على آخر لحظة وبتخرج بسرعة تسعى في المصابين وبيشوفها مايك فبينزل بسرعة من عربيته عشان يسعدها وبيعرف انها طبيبة فبيجمع لها المصابين وبسبب البخار اللي بيخرج من كل مكان وأصوات تدمير المباني والانفجارات بيبقى الجو مليان دوشة لكن فجأة بيسود الهدوء لسواني بس بيكون من نوع الهدوء الذي يسبق العصفة وفجأة بتتهز الأرض بقوة مش طبيعية وبينفجر إزاز مبنى كامل من الهزة وفجأة بيخرج من تحت الأرض حمم بوركنية وبيبدأ بحر النار ينتشر في الشارع لحد ما بيوصل لعربيت بنت مايك واللي بتخرج بسرعة من العربية وبتنادي على والدها وفجأة بيحصل حريق في العربية وبتتحاصر كلي بين الحمم البركنية والنار فبينط والدها بسرعة عشان ينقذها وبيطلع معها فوق العربية في الوقت اللي بتوصل في الحمم لأسفل العربية وبتاكلها ببط فبينط مايك واشال بنته من سقف العربية وبيقدر يتجنب النار لكن بعد ما بتسيب رجل بنته فبيوديها بسرعة للطبيبة واللي بتبقى بتنقل المصابين في عربيتها الخاصة فبتخالاتكشف عليها لكن كايلة بتقوله ان الحرق من الدرجة التانية ولازم تروح مع المستشفى فبيرفض مايك وبيكون خاف على بنته فبتدي كايلة بتاقت هويتها في المستشفى عشان يتطمن وبتقوله انها عارفة انه في قدارة التوارئ وعشان كده ما كانوا هنا فبيشكرها مايك وبيودع بنته وبيبدأ يفكر ازاي يوقف الحمم البركنية قبل ما تدمر المدينة والدولة كلها بعد شوية بتوصل ايميلي وبتشوف مايك وهو بيحاول يتصرف وقبل ما تروح له بتلاقي كرة نار جاية ناحيتها فبيخاف الكل وبتروح ايميلي المايك واللي بيقولها ان كان عندها حق وبعدها بيطلب من فريق وفريل اسعاف والشرطة وكل الموجودين انهم يزوقوا الاوتوبيس قدام الحمم البركنية عشان يوقفوا تدفقها شوية وبيشيلوا كلهم الاوتوبيس مع بعض وبعدها بيدربوا النار على جنب واحد من الاطارات وده عشان يعرفوا يقلبوها ناحية الحمم ويشاكلوا بها حاجز قوي وبعد ما بيخلصوا بيشوف مايك واحد من المشردين ونام تحت الشجرة فبيرح بسرعة ينقذوا مع ايميلي ولما بتكونش مصدق اللي بيعملوا فبيشيلوا سوا وقبل ما يرجعوا ورا الحاجز بيوقع عمود الكهرباء اللي بيكون عبارة عن نار وبيتحاصر مايك مع ايميلي ما بين الحمم والنار فبيطلب مايك من رجال المطافي ينزلوا السلم الخاص بيهم وبيحط مايك المشرد على السلم وبيطلع عليه مع ايميلي على اخر لحظة وبيفضلوا مسكينه لكن النار بتمسك في نص السلم وعلى اخر لحظة وقبل ما ينهاروا من حرارة ايديهم ومن بخار النار من رجليهم بيرميهم السلم في مكان بعيد في الوقت ده وفي الخط الاحمر لمترو الانفاق بيوصل السواق الاخر عربية وهناك بيلاقي شرار نار في بداية النفاق وما بيكونش عارف المفروض يعمل ايه وبنرجع لاميلي اللي بتقول مايك ان لازم يوصلوا لمصدر الثوران الاساسي عشان يقدروا ويقفلوا اصلا وإلا هتفضل الحمم البركانية تخرج الى مالة نهاية توصل الحمم للأوتوبيس ومش بتوقف عنده فبيقرر مايك ان يحفر في الارض عشان يخلي الحمم تنزل فيها وبيتجمع رجال المطافي والشرطة والاسعاف وعمال الحفر وشركات المقولات الخاصة عشان يحفروا الارض باسرع ما يمكن في الوقت ده بيروح شخصتان من المسؤولين عن قطر الانفاق عشان يتأكد من سلامة مترو الخط الاحمر وبيدخل القطر مع فريو تحت الارض وبيتفاجئ ان كل اللي فيه ميتين بسبب الدخان فبيطلب من فريو يتفقدوا نبضهم وبيلاق اكتر من واحد في غايبوبة فبيروح بسرعة يدور على السواق وبيخرج كل العمال من القطر وفجأة بيظهر بحر من الحمم البركانية تحت الارض وما بيلحاش قاد الفريق انه ينزل من القطر فبيضحي بنفسه وبينطف الحمم البركانية وبيرمي جسم السواقل صحابه اللي بيشوفوه وهو بيدوف الحمم قدام عينيهم وفي المستشفى بتظهر كلي بعد ما تعالجت وبتقعد مع طفلين صغيرين تخلي بالها منهم فبيتصل بها والدها وبيتطمن انها كويسة وفي امان وبعد شوية بتوصل كل عربيات المطاف اللي في المدينة وبتيجي فرق ادارة الازمات والطوارئ وما بيكونش فيه غرار بين عربية فبيفكر مايك انه يعمل حاجز قدام كل الحمم البركانية عشان يوجيها المكان تاني فبتقترح علي ايميلي انه يجمع كل الطيارات وعربيات المطافي ويرش كلهم مية وتلجة على الحمم فوقت واحد عشان تعمل اشرة وتتجمد زي ما بيحصل في اسلندا فبيوافق مايك على الفكرة وبيبدأ في ترتيب الحواجز على شكل حدوة حصان وبيساعد كل الاشخاص الموجودين لحد ما بيكملوا الحاجز سوا وبتوصل الحمم البركانية لحد خط الحاجز وبتستعد عربيات الاسعاف وبيبقى الكل مستني لطيارات واللي اول ما بتيجي بتبدأ عملية رش المية والتلجة على الحمم البركانية فوقت واحد وبعد عشر دقيق من دخل مية والتلج بتتجمد فعلا الحمم وبتفرح المدينة كلها بالانجاز اللي حصل وبيحسوا ان الازمة انتهت لكن بتبقى ايملي الوحيدة اللي عارفة ان مصدر الثوران البركان اللي اسا موجود فبتطلب من مايك ان يروح معا عشان يعرفوا مصدر الثوران ومن خلال الاجهزة اللي في عربيات ايملي بيوصلوا لمصدر البركان واللي بيكون تحت الارض لكن ايملي مش بيكون عندها فكرة عن اللي هتعمله عشان توجه البركان من تحت الارض او تقفله وبيعرفه من اتجاهات البركان انه هيكون في منطقة المستشفى واللي متجمع فيها كل المصابين واللي فيها كمان بنته وبيتصدم مايك وبيوقف اللحظات وهو مش عارف يفكر لحد ما بتيجي في باله فكرة وبيواري الاملي وديبي خارط الانفاء وبيشاور على مترو الخط الاحمر واللي بتبقى الحمم البركانية بتتدفق من تحته وبعدها بيواريهم تقاطع نهاية الخط واللي بيكون فيه مصرف مية واللي بيودي للمحيط وبيطلب من كل اللي معانهم يجهزوا وكل معدات تفجير اللي اداروا عليها وده لانه هيوقع مبنى كامل عشان يواجه بيه البركان بحيث المحيط بضل منطقة السكان وبيبقى قدامهم عشرين ديئة بس عشان يواجهوا البركان للمحيط وبتبدأ القوات الخاصة في زرع المتفجرات في كل مكان في المبنى اللي هيتهد وبتبدأ عملية الإخلاق للمستشفى اللي كلي فيها وهناك بتروح كلي تجيب أكل الأطفال اللي معيها لكن لما بترجع بتلاقي ان الطفل فيهم مش موجود وبتعرف انه خرج فبتروح بسرعة عراف في الوقت اللي بتتزرع فيها المتفجرات وبتفضل كلي الدهار على الطفل للحد ما بتخرج برا المبنى وفجأة بتلاقي كل اللي كانوا في المستشفى بيخرجوا منها بسرعة وبنرجع لمايك اللي بيجاهز المتفجرات كلها وبيستعد للتفجير وفجأة بيشوف بنته هيبتنادي عليه ووقف قدام المستشفى فبيطلب من اللي معي وقفوا التفجير وبيجرب سرعة عليها لكن ما بيلحقش الأمر يوصل لباقي الفريق وبينفجر المبنى كله وبتنجح فكرة مايك وبيتواجه البركان ناحية المحيط وبيمشي في الأنفاء اللي مايك خطت انه يمشي فيها وبتروح قيمل الدور على مايك وبنته واستحطام المبنى لحد ما أخيرا بيظهروا بعد ما قدروا يدخلوا في نفق أمان وبتفرح المدينة كلها بانتهاء الكرسى اللي المدينة كلها تعاونت عشان تحلها وتنقذ الملايين الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام